شوارع متهالكة وبنى تحتية غائبة هكذا وجدنا المشهد في منطقة التنومة التابعة لمحافظة البصرة الذي يدل على الاستهتار بأموال المواطنين في المحافظة يعني شركة متلكئة والعمل هل تشوف العمل بعينك يعني هم جاينا فصل الشتاء هم عدنا طلاب جامعات طلاب مدارس وجايين يعني جاي الأمطار يعني هس هل تشوف بعينك ما تقدر لا تمشي بالشوارع لا هاي وإحنا ناشد السيد المحافظ ينظر لهذا أو يغيرها شركة رصينة يطيه الشارع اللي يشتغلون به ما ينظفون والعالم تمشي ما تقدر يعني أول البارحة وقعت زوجتي أنا اللي تابعوا علي بهاي النقرة اللي بشارع عشرين عندهم انفجار ببداية الشارع أنا الصبح خذيت هذه الوقت جيراننا وبلهيب وكسرت الصبابة ولقيت القفيص مشروع من قاعة وحطيت لقينا وسويته يعني هل تشوفوا الوضعية كلش تعبان يعني شركة تعبانة بشكل مئة مليار هي الكلفة المادية للمشروع التي ذهبت كغيرها إلى جيوب الفاسدين أما السنتان وهما مدة المشروع فمنذ عام 2011 ولغاية الآن ولم تكتمل المراحل الأولية للمشروع فهل انتهت السنتان عند الحكومة المحلية والشركة المنفذة أم لا هذا هو لسان حال المواطنين في المنطقة قط العرب تحديدا التنومة من شارع 17 إلى شارع 29 وحيلت هذه المقاولة منذ أكثر من سنين على أحد الشركات المتلكة حتى لا يكون جانب تسقيطي شركة معروفة والتي الناس تسمع صوتنا تعرف الشركة الشركة متلكة كلمة متلكة قليلة يعني بحقها بس سؤالي اللي يلازم انطرحها هذه المعاناة عندما يراها المسؤول هل يمكن أن يجلس مرتاح على كرسية أطفال عجائز أمراض الكورونا يعني هسه ذا يصير حادث حريق منين تجي لك سيارة الحريق الأطفالية منين تتخلك أم استعرضت مرة اللي هي هذا بيتم إلى كسر رجلها اثناء نزولها من الدار من يتحملها وغيرها وغيرها وأحداث مأساة مستمرة لها بداية مثل ما تفضل لكن بدون نهاية صارنا أربعة شر على هذا الحال المجاري والمياه الآسنة وكلها بالشوارع فلنرجو من المحافظة متابعة أولا ثانيا أن يكون الأعمال تكون بيها نوعية بيها جيد بيها فد معايير جيدة ثالثا أن يكون الإحالة إلى شركات رصينة ألا هالي ناشدوا محافظة البصرة أن تكون هناك لجان تقوم بمتابعة سير العمل في المشروع ومحاسبة المقصرين بأسرع وقت ممكن عندما يقتصر الإعمار على منطقة معينة وتخلو المشاريع من المتابعة الحقيقية تكون الصورة بهذا الشكل الذي أمامكم علي نعيم لقناة دابليو تي في وطن مدينة البصرة ترجمة نانسي قنقر